بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا نغرق في أنوار القرآن الكريم حتى ننجو حتى نغتسل من أدراننا حتى نستنير في مستقبلنا حتى نستطيع نحيا الحياة ونورل من جديد في شهر رمضان المبارك هو ده اختيارنا اللي اخترناه في شهر رمضان أن القرآن يبنينا والحمد لله أتمينا الكلام عن بناء القرآن لنا وسنستمر في السنوات المقبلة والقرآن يبنينا ويبقى هو دوت شعرنا في الحياة ولا تعسروا القرآن يبنينا دائما في شهر القرآن والحمد لله أتمينا الكلام عن بناء القرآن لنا في ذواتنا في الخمس حلقات الأول في شهر رمضان ثم أتمينا الحمد لله أمس الخمس حلقات اللي احنا تكلمنا فيها عن بناء القرآن لأسرتنا فبنى القرآن أسرتنا بأن الأسرة قيمة وأن الأسرة القيمة المركزية فيها الحب ثم الأسرة لن يستطيع الحب أن يحيا بغير النضوغ ونحن نحتاج إلى تطوير حتى يأتي النضوغ ثماره ثم بعد ذلك انتهينا بأن الأسرة رحم إنساني بتعمل ميلاد إنساني يستطيع الإنسان أن يقبل على الحياة طب نيقبل على الحياة بإيه هيجي بقى المجال التالت من مجالات بناء القرآن وهو مجال العمل والعمل عندنا هنا ليس المقصود به فقط العمل الصالح ولكن العمل هنا نقصد به محل التكسب ونقصد به وسيلة التكسب الوسيلة التي بها الإنسان يستطيع أن يقوم بدوره في الحياة يستطيع أن يقوم بدوره في أسرتي ويستطيع أن يقوم بدوره في مجتمعي العمل هو هو الجسر الرابط ما بين الأسرة وما بين المجتمع وعشان كده جبنا هذا الجسر قبل ما نتقلم على العلاقات اللي هي بتتكلم عن المجتمع خالصا يبقى هنا أتينا بالعمل العمل اللي هو بيه اللي احنا بنعمل ايه مش بس هيبقى مقتصر العمل مفهوم عام يشمل عمل القلب يشمل عمل الجوارح يشمل عمل كمان كل الأعمال اللي احنا بنعملها ممكن العمل يطلق على العمل الصالح كمال ولكن نحن نقصد هنا العمل أي مجال التكسب الذي نعيش به نحن نتكلم بكلام نوعي ونحن نتعامل مع القرآن نتكلم بملفات نوعية نعم العمل هل العمل يمكن أن يمتزج بكلمة العمل الصالح نعم هذا ما نريد أن نتكلم فيه ولذلك النهاردة أول ما نيجي نتكلم عن العمل عن رد على شيء هدموا الطيرات المتطرفة وهدموا التدين الكمي في شعورنا بالعمل لما نسمع قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في سورة التوبة الآية 105 هنا بقى هيتأسس حاجة ظلت الطيرات المتطرفة تهدمها وهي مسألة مين؟ وهي مسألة أن العمل هيخرج عن المقاصد وأن العمل دا دنيا وأن العمل محدش يقول العمل عبادة وقالوا ليه؟ قالوا لي أن أنتوا بتحاولوا أن أنتوا تتركوا الصلوات على وقتها من أجل العمل لا العمل مش عبادة فهدموا فكرة أن العمل عبادة وما أن فكرة أن العمل عبادة دا معنى مركزي في حياة الناس بدون ما نشعر بأن العمل عبادة الحياة لا تستقيم عارفين ليه؟ لأن العمل هو اللي بيحقق مقاصد الخلق الثلاثة إحنا موجودين عشان العبادة والعمران والتسكية والثلاثة موجودين في العمل فأول معنى وأول قيمة وإحنا بنواجه العمل أن العمل عبادة يعني إيه؟ يعني عندما تخرج لتتكسب من أجل أولادك فأنت في عبادة العجب بقى من الطيرات المتطرفة والمتشددة أن هي عندها أي حاجة وإنت ممكن تعملها بالنية بأعبادة لو أكلت بالنية بأعبادة لو سمحت بالنية بأعبادة كل حاجة لو عملتها بالنية بأعبادة وجم على العمل وعندهم مشكلة أن العمل يبقى عبادة عارف ليه؟ بعضهم كان عندهم مشكلة عشان هما مش عايزين أي حاجة لأن العمل كان الأكتر شهراتاً لما ننطلق على العمل فلان راح العمل بيطلق على العمل الحكومي وهما عندهم شيء من كراهية المؤسسات وعشان كده هما عايزين ينزعوا إمكانية أن تكون المؤسسة اللي بعمل فيها الكيان اللي أنا بعمل فيه، الشركة، الورشة، أي حاجة يبقى دوات محراب عبادة لا ده محراب عبادة ولذلك من أحد المجالات المهمة اللي محتاجين للقرآن يبنينا فيها مجال العمل وأنا بشوف العمل نعمة من نعم ربنا لابد من شكر ربنا عليها لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان يستطيع النوى يعمل ويتكسب يبقى دوات نعمة من نعم ربنا الآية هنا بتقول لنا التدريب على مفهوم العمل وبيان إنه أمان وإنه أحد أسباب مدد الله سبحانه وتعالى لأن قوله تعالى فسار الله عملكم وكأن ربنا بيقول لنا هتكونوا في محل نظر الله وما بقى لكم بقى واحد في محل نظر الله سبحانه وتعالى ويمكن ده معنى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيانه حياة طيبة يبقى إيه ده اللي حاصل يبقى فلنحيانه حياة طيبة بمين الله سبحانه وتعالى يحييه حياة طيبة بنظره سبحانه وتعالى ولذلك فالعمل عبادة ولذلك قلنا لما نحب العمل ونعيش وإحنا بنحب العمل لأنه لما يسألون أنتوا ليه بتحبوا العمل بنقولهم لأنه العمل ده بيبقينا على الأمل إن احنا نكون في محل نظر الرب الأجل بقوله قل اعملوا فسيرى الله عملكم يبقى إذن أنا ليه بأعمل بأعمل عشان أكون في محل نظر الله سبحانه وتعالى فسيرى الله عملكم يا سلام إننا بأعمل ربنا نظر إلي أنا بنزل للعمل لعلي أرى أرى الله أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك فإيه اللي حاصل فأنا في العمل الله يراني فأنا في العمل فإذا أنا عشت بأن العمل ده عبادة تتغير الحياة ويتغير كل شيء في الحياة وهنا لازم ننظر للعمل بقى هنا بقى لما أنظر للعمل على أنه عبادة لا يمكن العمل يبقى عب يمكن العمل يا سادة ينفع أن العمل اللي بيعمل معنا الرجولة من المؤمنين رجال العمل اللي بيعمل فينا الرجولة يتحول للعب أو يتحول إلى مهانة وزل فواحد يعتبر أن العمل ده زل لا العمل لو كان فيه شيء من المكابدة وشيء من المشقة وشيء من العمل ده لأنك العبادة على قدر المشقة يبقى لازم أنت تبص للعمل على أنه مش عب ولا ثقل عايزين نخلص من هذا المفهوم ونرتاح ويبقى العمل ده نور وبركة في حياتنا أنت هتجي لك البركة فين غير في وعاء الوعاء ده هو العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يبقى أنت البركة هتجي لك فين في عمل النور هتجي لك فين في عمل الوصل هتجي لك فين في عمل المحبة والقرب من الله هتجي لك فين في عمل ولذلك العمل عبادة وإنما عبادة تجلب لك المحبة الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إن الله تعالى يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إيه ده يعني العمل ممكن يجلب لي محبة الله سبحانه وتعالى وفي الحديث ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يدي وأنبياء الله وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي كل أنبياء الله أكلوا من عمل أيديهم يبقى العبادة اللي في العمل لازم نفهم إن هي ليست للرصيد وإنما للدخول في ساحة العبيد إن أنا بعمل عشان أبقى عبدي لله سبحانه وتعالى يعني تدخل بعملك وبإتقانك ليه إن أنت تبقى في سبيل الله وتبقى في محل نظر الله وما أكثر الحديث اللي بتبين المعنى دا مر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فشوف بقى رسول الله وبيغير المفاهيم وبيخل العمل عبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله لو لو خرج يجيب لؤمة عيش لأولاده يبقى داوت في سبيل الله وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياءا وتفاخرا فهو في سبيل الله فإذا خرج تفاخرا فهو في سبيل الشيطان آه يبقى حالة وحدة أنه يكون في سبيل الشيطان يبقى من صفات العمل اللي بيدخلنا في ساحة العبيد أن يكون عملا دائما وفي الحديث حضرت النبي يقول خير العمل أدوامه وإن قل يا سادة لازم نقضي على فكرة أن العمل ده عب على أن العمل ده زل ومهانة العمل ده عبادة لله سبحانه وتعالى العمل ده حب لله العمل ده محبة من الله لنا يبقى كمان يكون العمل ده بيرأيك وبيكسبك قيمة مضافة وفي أحد الأثار قال سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل يبقى احنا لازم نخلي بالنا أن العمل ده ساحة وسعة للإقبال على الله العمل ده يعمل فينا إيه ويخلينا إزاي أحسن ويخلينا كمان إزاي ندخل في ساحة عبادة الله وإزاي نقدر نوصل ونرجع هيبة العمل تاني ونرجع قدسية العمل تاني ونرجع احترام العمل تاني ده كله هنتكلم عني بعد الفاصل وكمان نتلقى أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر ممدود عشان تفضل مجالس العلم معنا ونفضل كمان مع الله سبحانه وتعالى وأذكركم أن احنا النهاردة ابتدينا الملف التالت من ملفات بناء القرآن لنا القرآن يا بنيني ونحن نتكلم في شهر القرآن فبنينا ملف الذات ثم ملف الأسرة والآن نتكلم في ملف العمل وأول قيمة وأول رقيزة وأول لبنة في الكلام عن العمل إن العمل عبادة إن العمل عبادة 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 الله سبحانه وتعالى فيها أوصاف العبادة أن تعبد الله كأنك ترافة إن لم تكن ترافة هو يراك ولذلك الآية بتقول وقل اعملوا فسار الله عملكم إذن العمل عبادة ينظر إليه الله سبحانه وتعالى وده معنى إن الشخص اللي قاعد وعنده حالة من الاعتمدية على غيره ده شخص وكأنه يفر من العبادة وكأنه يجعل نظر الله أهور النظرين إليه يبقى الشخص اللي عنده اعتمدية ده بيفقد معنى العبادة لأنه فاقد معنى العمل ولا يا سلام بقى لما واحد يحاول بقدر الإمكان إنه يعمل ما كرهه حضرة النبي فيتسول مثلا يتسول يعني إيه ما يروحش يعمل لا ده بيعمل عكس العمل بدل ما يعبد الله سبحانه وتعالى بيحتال لكي لا يعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلها معاني تدل على إن الناس مش فهمين قيمة العمل مش فهمين إن العمل ده هو الذي يبني الإنسان العابد لله سبحانه وتعالى بغير العمل الإنسان لا يرى حلاوة الرزق لا يرى جمال مدد الله سبحانه وتعالى لا يرى نور الله وسنده ومدده ودعم له ولذلك لازم نعمل عشان كده عشان نقدر نشوف إن العمل العبادة لازم نعمل حاجتين مهمتين جدا 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 أول حاجة لازم نعملها لازم يكون في أعمال تطوعية في حياتك يعني لا تقتصر في حياتك على الأعمال اللي أنت بتكتسب فيها بس لكن أنت كمان لازم تعمل أعمال كمان تطوعية عشان تحس إن العمل ممكن ينتشر ويكبر وتحس فعلا إن العمل لمس مسائل العبادة الأمر الثاني إن أنت لازم كمان مفهوم العمل توسعه فتعمل كمان في أسرتك ونزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله فلازم تعمل عمل يخص أهل بيتك على أقل ساعة في اليوم أو تلت مرات في الأسبوع تعمل أعمال خاصة بالبيت الحاجة التالتة كمان اللي بتنشط فيك إن العمل عبادة إن أنت دايما لما تنجح في عملك تقول كده الحمد لله على التوفيق لازم ترى عملك محل للتوفيق لازم ترى عملك محل لمدد الله لمحل الكرم الله تالت حاجة واللي تخليك تحس بإنك بتعمل العمل ده وتعامل عبادة إن أنت تربط العمل بالعلم إن أنت تتعلم من أجل عملك كل يوم مسألة كل يوم حاجة تتعلم قضية أو تتعلم حاجة وتقصد بها إن أنت تربط العلم بالعمل عشان عملك يكون مسبوق بعلم وساعتها تحس بإن العمل عبادة ويا سلام لو يبقى لك دعاء قبل دخول العمل وبعد الخروج من العمل إن أنت تقول اللهم إني أسألك أن تعني على الخير والعمراني والرحمة يا جميل اجعلني من أهل الجمال في هذا العمل وإنت خارج اللهم اجعل هذا عملي في ميزان حسناتي واجعله بابا مفتوحا لي للدخول في حضرتك وبارك لي بعملي هذا في حياتي كلها لازم نعمل كده عشان العمل يرجع مرة تاني عبادة الحمد لله على نعمة العمل والحمد لله على إن ربنا نوع علينا ولون عنينا أنوان للعبادة حتى أصبح الكسب عبادة تعالوا نشوف أول سؤال معنا من الأستاذ وليد من الجيزة السلام عليكم يا سيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله على أخيرتك يا مولانا بنتظر بخصوص لو في حد عليه دين وبيدفع دين وبيدفع ايه وبيدفع زكت واحد عليه دين والدين ده مستهلك كل ماله ده كل المال لو قال الدين ده مستهلك كل ماله خلاص ما هو معهوش فلوس عشان يسدد بيه لأن كل الفلوس ما بتجيله وهو بيسدد بيه هالديون اللي عليه فكده هو خلاص إجرائيا هو ما عندوش فلوس عشان يزكي عليها لأنه ما بيبلغ المال ما بيبلغش النصاب عنده لأنه كل ما بيجيله ويسدد بيه صح كده؟ هو الفكرة أنه أنا رحت في حد راح يجيب حاجة أنا ضمانة الراجل ده وراجل ده أسابني وليش فأنا تدبت بالحاجة دي فأنا بتطعها مطح الراجل يعني أنت كنت ضامن ليه فبتدفع مكانه بتطع مكانه سابني وما نعرفش مكانه فيه وغد النظر أنت دلوقتي زمتك بقيت مكان زمته وبعدين أنت تعود عليه هو الصحيح الحكم بتاعه أن أنت عتدفع الدين ده وبعدين أنت عتدفع عليه فالدين ده دلوقتي ركب حضرتك فبتدفع كل الفلوس يعني أنه ينفع أفع زكاته لما ينفعش خالي ما هو ده سؤالي أنت بتقبق الدين ده واخد كل فلوسك فما بيبلغش فلوسك النصاب ولا لا الأكل بس اللي بيصيد يا ضوبك خلاص يبقى أنت معليكش زكاة لازم عشان يبقى عندك زكاة يا سيدي إذا كنت بتقصد زكاة المال لازم يبقى عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول أنت كده معندكش نصاب فعشان كده معليكش زكاة واضح؟ واضح يا سيدنا الله يا كريم ربنا يفتح عليك ويبارك لك يا سيد جليل الله يا كريم يا كريم نعم معانا سيد محمود من الشرقية معايا الأستاذ أسامة من الشرقية أستاذ أسامة الحمد لله نعمة وفضل اتفضل الصوت بيقطع شوية حاجة أسامة تفضل تفضل حاجة أسامة معلش حاجة أسامة ممكن تكلمنا تاني لو تكرمت بصوا كما عشان بس إحنا بس في الزكاة لازم نبين شوية أمور الأمور اللي إحنا لابد إن إحنا نبينها في الزكاة إحنا لازم يبقى عندنا نصاب في الزكاة 85 جرام دهب يزيد عن مالنا والمال دوت يحول عليه الحول لكن أصلا لو أنا بصرف فلوس ضخمة جدا جدا حتى لو كانت تبلغ النصاب بس أنا بصرفها وما فيش شيء متضخر يبقى كده معليه الزكاة يبقى الزكاة ده مال بيزيد ويبقى ما يصل إلى 85 جرام دهب واللي حاصل ويحول عليه الحول يعني يفضل سنة طب يفرض قبل السنة ده بشهر أنا تزند في فلوس دي وروح تشاريت بيها حاجة يبقى خلاص ما بقاش عليها زكاة مين معنا؟ أستاذ إيمان تتفضل؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها يا شيخ لو سمحت يا شيخ أنا ليس سؤال لو أنا معي دهب دلوقت من مفروضة طلع زكاة عليه إيه؟ دهب إيه؟ أنا معي دهب بتاعنا يعني دهب مصاغ يعني؟ دهب حلي يعني؟ أوه طيب ده معلو الزكاة إحنا بروفتي بماذا بالسادة الشافعية إنه هو معلو الزكاة ومهما بلع تمام طيب ولو أنا مثلا معي دهب أنا مثلا إديته الحد والدهب دوت مثلا كم من سنة أو من اثنين يا هل طارد لوقتي لو أنا خدت دهب تبقى ربع فلوسه زيادة إنه هو دهب بس هو واخده دهب زي دهب؟ طيب أنا أقول لك اللي فهمته من سؤال حضرتك لأن سؤال حضرتك وكانه أنت دلوقتي سلفت حد غويشة دهب أو سلفت حد دهب مصار وكان لي عدد من الجرامات ودلوقتي هو لما أخد الفلوس ديت الدهب ضرب في السماء فإيه اللي حصل؟ فأنت كنت مديه له جرامات دهب دلوقتي وكنت شرط عليه إنه يرجعها جرامات ولا فلوس لأ كان يرجعها لي جرامات زي ما أخدت مني جرامات يرجعها لي جرامات أنا سؤالي تكدر ربع؟ طيب ما تسمعيني طيب ما أنا بقولك أهو طيب فأنت شرط عليه إنه يرجع لي الجرامات فهو يرجع لك الجرامات دولة بس الجرامات دلوقتي السعرها غالي قوي خلاص ده الدين بتاعه كان جرامات دهب وهو عليه انه هو يرجع لك جرامات دهب وده وتملوش علاقة بالربا خالص يا ستي ربنا ان شاء الله يبارك لك ويبارك لك في مالك ان شاء الله واستاذ ايمان برضو من القاهرة تتفضل وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته كنت باسأل بس كان يعني احد مثلا كان بيضيقني مثلا وعايز اعمل له خدمة دلوقتي يعني الواحد خايف فقا يعمل له الخدمة ديت او يخدمه في حاجة تانية يعمل له مشكلة تانية هل اعملها ولا ما اعملهاش يعني مثلا حد كان بيعد مثلا ينترق علي مثلا في حاجات او يعمل لي مشكلة في حاجات وكده او في الاخر دلوقتي جاي يطلب مني خدمة اعمله له طيب يعني واحد كان بيتعامل بسخافة في وقت معين وبعد كده هو احتاج لك واتزانة ان هو تعمل له حاجة فهو انت خايفة ان انت تعمل له حاجة دي يرجع يسخف مرة تانية صح كده او يعني او يعني زي مثلا اخويا او زي اختي مثلا بغض النظر ماشي بغض النظر انت بتسألي بقى اعمله الحاجة دي ولا ما اعمله هلاش او واعمليها بقلب كده عارفة ليه لما تعمل الحاجة بقلب كده يحصل ايه ادفع بالتي ايه احسن ويتغير الناس لما تعمل الحاجة كده بقلب وتعمل الحاجة كده بقلب صافي ربنا يغير قلوب الناس تخيالي والاحسن الى الناس بيغير الناس ادفع بالتي ايه احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فانت ايه اللي حاصل توكلي على الله واعملي الخير ده واعمليها بقلب وسواء بها هو كافك عليها او ما كافكيش عليها انت خلاص سوابك حصل عند ربنا وانت اللي انت عملتي ده هينور قلبك ويخليك اكتر طيبة واكتر قبولا عند الله سبحانه وتعالى استاذ اسامة من جنوب سينة السلام عليكم افضلت الشيخ عليكم السلام راح اطلع اكاته بقى كل السلام عليك طيب وبعد الايام وابدك طيب وبخير وبصحة الله يرضى عنك يا سيد بعد إذن معليك انا سؤالي الموجه لساعدتك احنا تعلمنا حب الاوطان من سيدنا النبع عليه الصلاة والسلام نعم صحيح يما جي يطلع من مكة جال والله لان بكي على مشارك مكة وجال والله لانك لا حب بلاد الله إلا الله ولا قلبي صحيح وكذا ولولا لانك أخرجوني ما خرج دع ربنا ان هو ايه ان يحبب اهل المدينة يحبب له في المدينة ساعدتك كما حبب له مكة وبعدين الوقت السؤال بتاعي مش المفروض القوة النعمة زي الازهر زي الازهر والكنيسة القبطية والأوجاف وأسدت الجمعات ينشو الكلام ده بين الناس وبين الشباب عندك حق طبعا وانا عايز اقول لحضرتك حاجة اصلا ركن من اركان البرنامج اللي انا بكلمك فيه دوت هو تدعيم مسألة حب الوطن ليه طيب احنا بالنسبة للمصر عندنا احنا مش بنحب مصر على فكرة ولا بنحب وطننا عشان بس هو مكان احنا بنحب مصر دوت عشان فيه انوار ربنا انوار ربنا لان مصر دي ارض التجلي انوار ربنا لان مصر دي بلد اهل البيت مصر دي فيها بلد الالف مئزانة دلوقتي ما بقولوش ألف بقيت آلاف المئازن الطين والأرض دي بتاعت مصر ممزوجة بدماء طهرة دماء شهداء دماء الشهداء اللي تمزجت في دم في أرض مصر دي تخلي البلد دي مليانة بركة احنا اصلا ربنا بيكرمنا بشهداءنا بيكرمنا بفقراءنا بيكرمنا بمساكننا فالبلد دي مليانة بركة ونور وفضل ونعمة فازاي الواحد ما يحبهاش ازاي ما يحبهاش وهي مليانة كرم من الله سبحانه وتعالى ده لما بني اسرائيل طلبت من الله سبحانه وتعالى مننا اللهم من بيطه مصر فاللي حاصل يعني ان مصر دي حكاية مصر دي مليانة نور وبركة فالذلك احنا لازم نربي أولادنا ونذكر نفسنا من وقت للتاني ولزايك الأوقات اللي بتيجي زي مثلا ذكرى العشر من رمضان يا راجل ده الناس كانت يقست الناس كانت يقست وانتصرت في شهر الانكسار فبقى شهر الانتصار وشهر الانكسار شهر الانتصار الناس بيت تفتقل لله بالصيام ربنا سبحانه وتعالى بينصرها وفيه أكتب من كده دليل على ان مصر دي منورة فيه دليل أكتب من كده على ان مصر دي مليانة نور وبركة وفضل ونعمة مش بس هقول ان هي تذكرت في القرآن لكن هقول كمان ان النور مازال يسري في طراب مصر الناس اللي في مصر الطيبة دي ما جابوهاش من فراغ الطيبة دي جابوها من تطيب الله لهم الناس معروفين بالطيبة اه الناس تغيرت على فكرة الناس تغيرت في كل حتة بس ما زالت الطيبة في أهل مصر وإلا شوف مائد الرحمن وشوف الخير وشوف الشنط وشوف الإطعام شوف كل ده رمضان في مصر حاجة تانية حاجة تانية ليه؟ لان رمضان مصر بنكهة نظر الله إلينا بنكهة المحبة بنكهة النور إن شاء الله نتكلم كتير قوي قوي على النور والبركة والخير اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الأرض دي اللي هي في الحقيقة بركة ونور بالأزهر وبالخير وبالبركة وبالفضل وبالنعمة ويا سلام بكل الحاجات اللي بتفضل فيها وبالي البيت واللي هتفضل إن شاء الله بقي إن شاء الله مدام في حد بيذكرنا زي الأستاذ أسامة من جنوب سينة أستاذ أحمد على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بالنسبة للمروس يعني أنا أخ ليه أخ توفى وعنده يعني كان والدتي مطلقة وولدت معايا أخ وليه أخ تاني والدتك مطلقة ملايش دعوة بس هي والدته هي والدته مش هو أخوك تمام ماشي أنا بسأل عم هل للأخت الأخت دي من طبعا من أب تاني تمام طيب وإيه تاني بص يا سيد بص يا سيد بص يا زيد أحمد سيد مصطفى سيد أحمد سيد أحمد عايز أعرف بقى حكم المراس في تأسيم الورثة من أخ حاضر بص يا سيد بص يا زيد أحمد إحنا بس عشان مسائل المراس دي فيها أمور مهمة جدا 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 أول حاجة أنا بس نصح حضرتك ببساطة خالص أن أنت تعمل إيه أن أنت لازم تعمل إعلام مراسة طب أنا بقولك كده ليه لأن إحنا جربنا كتير إن إحنا نفتي في مسائل المراس للناس على الهوى من غير إعلام المراسة فحصل فيه مشاكل عايزين دلوقتي نعرف صلاة القرابة ولازم نعرف مين اللي يثبت لنا مين اللي الحي ومين اللي يتوفي يعني مثلا أخو حضرتك ده ليه أولاد ولا ملوش أولاد طيب يا سيد أحمد يبدو أن احنا لازم كنا نسأل مع ليش فاتنا ده طيب يا سيد أحمد إما أن أنت تواصل معنا تاني بس إحنا أنت لازم بعد إذن حضرتك لازم تعمل إعلام المراسة يعني إعلام المراسة ده ده وثيقة لمن يارث لأن في الحقيقة بيجي أوقات كتيرة جدا 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 الناس تقول أشكال أسماء أو يذكروا عدد من الناس هم ورثة وهم مش عارفين أن فيه أفراد تانين بيكونوا إما دخلوا بالتعصيب أو دخلوا لأسباب أخرى فإحنا لازم نعمل إعلام المراسة نصيحة لحضرتك أستاذ أحمد نعمل إعلام المراسة وإن شاء الله رب نسو سبحانه وتعالى يؤثر وإهلا وسهلا وإذا سمر من أسيوت سمر تفضلي السلام عليكم أفندم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك برضو وسألة عن المراسة برضو تفضلي حضرتك أنا بابا توصى الله يرحمه فوصى أخوي الكبير إنه هو إحنا عندنا عمارة وعندنا بيت وصى أخوكي معلش تاني الصوت كان بيقطع إيبقى أنت بتقولي والدك توفي ووصى أخوكي الكبير صح؟ إنه اللي جاعدين في البيت ما ياخدوش من فلوس الإجار البنات ما ياخدوش من فلوس الإجار ولا مين اللي ما ياخدوش من فلوس؟ الولد اللي جاعدين في البيت ما ياخدوش من فلوس الإجار طيب يعني دي عمارة كانت ملكة لولدك أيوة وما ياخدوش فيها وبعدين في سكان في العمارة دي في عمارة سهلة فيها سكان بناخد منها الإيجار يوزع على الباجي يعني وفي بعض الأولاد سكنين في نفس العمارة دي فقال اللي سكنين سكنين بره بس فهو عايز يدي برضو إخواتي وإخواتي اللي جاعدين في البيت عايز يديهم برضو الإيجار من فلوس الإيجار بس خليني بس أقول لحضرتك بعد ما والدك توفي بعد ما والدك توفي الملك العمارة دي لأنه واضح أن هي عمارة ملك بس متأجرة فأنتم مش تعرفوا تبيعوها فاللي بيحصل لكم ده بيحصل لكم إيجار فاللي حاصل ببساطة خالص بعد انتقال والدك خلاص العمارة دي خرجت من ملك والدك إلى ملكوكو منتو ملك الورثة هدي بالك بس ما خرج أي ملك الورثة يعني خلفوه في هذا الملك فما ينفعش يمنع أي حد من أنه ياخد أي حاجة فالناس هتأخد اسمعي بس فالناس هتأخد من الإيجار بمقدار حصتهم في ملك العمارة دي مش العمارة دي حضرتك هما سكنين وإحنا مش سكنين أيوة صح ما نعارف والله هما سكنين دلوقتي إحنا نقدر دلوقتي الوالد خلاص الوالد لما سكنهم كان سكنهم عمل لهم عقود ولا ما عمل لهمش عقود لا ما عمل لهمش عقود خلاص يطبق عليهم نفس اللي بيطبق على السكان ويدفعوا إيجار زي يوم زي الباقيين خلاص دي مسألة بينكم لكنهم دلوقتي خلاص العمارة دي بقى يتملكوكم كلكم على المشاع وكل واحد ليه نصيب واللي بيعود بقى من واللي بيعود من العمارة دي بيعود بنسبة حصاصكم في العمارة طب هما سكنين يبقى خلاص يبقى حصتهم اللي في العمارة دي يبقى خلاص تكون بتساوي إيجارهم ده طب ولو كان الإيجار بتاعهم ده أكتر من حصتهم يدفعوا الفرق خلاص واضح يا فندم طيب يا سيدي احنا وصلنا يا سيدي إلى ملف أنا بحبه بحبه ليه لأنه في الحقيقة محتاجة تنور بأنوار القرآن الكريم ملف شوية فيه لقبطة كتيرة وفيه مشكلات كتيرة وفيه أفهم مغلوطة كتيرة في مفهوم العمل زي مثلا ما بكرة ولا بعد وانيجي نتكلم على مفهوم ما احنا بنعمل وإن اللي حاصل بنعمل وبنعمل لهم على قد على قد على قد فلوسهم آه لا لا ده مش صح محدش بيروح يصلي ركعتين نقصين عشان هو على قد على قد الرزق اللي جاله أو على قد الدعاء اللي استجاب ليه العمل عبادة لازم لما تيجي تعمل عمل تتقنه زي ما العبادات كلها بتحصل منها بمقدر إتقانك العمل كمان بتحصل ثوابك بمقدر إتقانك وخليك فاهم إن عملك ده كل ما تتقنه كل ما يزيد ثوابك كل ما تتقن العمل اللي انت بتعمله ده اللي انت بتاخد عليه لقمة لقمة عيش ويا سلام شوف كرم ربنا شوف نعمة ربنا خلي العمل اللي انت بتاخد عليه أجر يكون عليه ثواب زي بالظبط زي أم موسى ترضع ولدها وتأخذه عليه أرجى يبقى وانت تروح تتكسب وتاخد كمان ثواب من الله يا سلام زي بالظبط الرجل لما يحسن عشرة أهله ولا يكون عنده علاقة خاصة مع أهله فإن اللي يحصل يسعد وفي نفس الوقت يأخذ أجر وانت في نفس الوقت بالعمل تكسب وفي نفس الوقت تأخذ أجر عايزين نجدد معنا العمل في حياتنا ونعيش العمل على إنه محراب ونعيش على إن مكاننا اللي احنا بندخل فيه ونعمل فيه على إنه مكان بنعبد ربنا فيه فإيه اللي بيحصل فيه يتنزل مدد ربنا ويتنزل كرم ربنا ويتنزل فتح ربنا هو حد يسرق منك عبادتك هو حد يسرق منك إقبالك على الله هو حد يسرق منك وصلك وقربك من ربنا في عمل ويحسسك إنه هو لما كدرك كده أفسد عليك عبادتك لا استمر في العبادة واعرف ان العمل ده عبادة وخليك زي ما بيقول سفيان السوري عليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال الكسب الحلال والعمل مننا من ربنا بتكون الرجالة اللي هم بيكونوا في حضرة مولانا وفي رضاه وتذكر ان من بات كألا من عمل يديه بات مغفورا له يا رب اجعلنا من الذين يخفر لهم واجعلنا دائما يا رب ممن تحبهم لأنهم يعملون ويحسنون ما يعملون فيدخلوا عليك من باب الإحسان في العمل لأنك تحب هذا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يتقنون أعمالهم فترضى عنهم وتكتبهم في دوان أهل الرضا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بأن نعبدك بأعمالنا على الدوام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمة 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 يا أرحم الراحمة